أعوز أقولها قبل أن نروح الفاصل أنه النهاردة أول جمعة في إبريل هي يوم اليتين فوسط كل ده ما ينفعش ننسى نقول لكم كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم بخير ونعدي الأزمة دي كلنا مع بعض إلى مستقبل أفضل يا رب وأظن ما فيش معايدة باليوم ده أفضل من معايدة الرئيس والسيدة قارنته الرئيس كتب على صفحته الرسمية في تويتر نحتفل اليوم جميعا مع أبنائنا وبنتنا بيوم اليتين الذي يعد يوم الرحمة والألفة والطمأنينة وأن أعظم الناس وأجوادهم من صان اليتين وأدعو الجميع أن يشاركوا أطفالنا الاهتمام والرعاية لأنهم أمل مصر ومستقبلها وشركة السيدة انتصار السيسي قارنة رئيس الجمهورية الشعب المصري في الاحتفال بيوم اليتين وكتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن البر باليتيم هو من أرقى الأخلاق الإنسانية والتي تستنزل الرحمات على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله أدعو الله أن يحفظ بناتنا وأبنائنا وأن يحفظ مصرنا الغالية العزيزة كل سنة وأنتم طيبين كل سنة ومصر كلها بخير وسعادة وربنا يحفظنا من كل شر